بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين والطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته كيف تحول الفقهاء المراجع في إيران من قيادة النضال الشعبي الديمقراطي إلى ممارسة الاستبداد كيف تحول الفقهاء المراجع في إيران من قيادة النضال الشعبي الديمقراطي إلى ممارسة الاستبداد امتاز الفقهاء الشيع عبر التاريخ بأنهم صوت الشعب والمعبر عن مصالحه في مواجهة الحكام المستبدين لأنهم لم يكنوا يعتمدون في معاشهم على رواتب الدولة وإنما كانوا مستقلين يعيشون في زهد أو يعتمدون في تمويلهم على الشعب عبر نظام الخمس الذي بلوروه في القرون الأخيرة وأوجبوا تسليمه لهم باعتبارهم نوابا عامين عن الإمام المهدي الغائب وقد بنى الفقهاء الشيعة سلطتهم الدينية السياسية فيما يسمى بعصر الغيبة على ضوء تلك النظرية أو الفرضية فرضية النيابة العامة عن الإمام الغائب ثم طوروها في مرحلة لاحقة إلى نظرية ولاية الفقيه منذ حوالي كرنين من الزمان وبذلك اكتسبوا قوة دينية وشعبية كبيرة في مواجهة الملوك المستبدين فأصدر المرزى محمد حسن الشيرازي فتوى تحريم استخدام التنباك واستعماله بأي وجه عام 1891 من أجل إجبار الشاه القاجاري ناصر الدين شاه على فسخ أقد الامتياز الذي منحه لشركة البريطانية باحتكار بيع وشرائي وتصدير التبغ ثم قام الفقهاء الشيعة بقيادة حركة المشروطة التي طالبت بتحديد صلاحيات الملوك القاجاريين المطلقة بمجلس شورى بتحديد صلاحياتهم لمجلس شورى ونجحوا في استصدار دستور 1906 من الشاه مظفر الدين ابن ناصر الدين وعندما انقلب ابنه الشاه محمد علي على الدستور عام 1906 عام 1909 تصدى المرجع النجفي الشيخ محمد كاظم الآخند الخراساني تصدى له وأجبره على الاستقالة بواسطة ثورة شعبية عارمة أشعلها عام 1911 وظل العلماء الشيعة يقاومون الملوك الإيرانيين المستبدين ولا سيما أشياءها الأخير محمد رضا بهلوي الذي قاد الإمام الخميني ضده ثورة عارمة عام 1978 ونجح في طرده من البلاد وإقامة جمهورية إسلامية عام 1979 وقد أسفرت الثورة الشعبية الإسلامية الإيرانية عن إقرار دستور فريد يجمع بين الإسلام والديمقراطية ويكفل جميع الحقوق والحريات الإنسانية فقد احتوى الدستور الإيراني الجمهوري الإسلامي على مبادئ ومواد ديمقراطية متقدمة جدا وورد في المادة الأولى أن نظام الحكم في إيران هو الجمهورية الإسلامية وأن هذين العنصرين الجمهورية والإسلام سوف يحكمان البلاد وهما يحملان ضمانات النظام المتمثلة بالإرادة الشعبية من ناحية وبأحكام الشريعة الإسلامية من ناحية أخرى وورد في المادة الثانية أن على الحكومة أن توظف إمكانياتها من أجل إسهام عامة الناس في تقرير مصيرهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ونصت المادة السابعة على موضوع الشورى ووجوب إدارة شؤون البلاد بالاعتماد على رأي الأمة عبر انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي ومجالس الشورى المحلية أو الاستفتاء في حالات معينة بينما نصت المادة الثامنة على مسؤولية الناس في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني النشاط السياسي مسؤولية جماعية متبادلة بين الحكام أو بين الحكومة والناس بناء على الآية الكريمة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وتضمن الفصل الخامس من الدستور الإيراني مبدأ سيادة الشعب واعتبار تلك السيادة حقا إلهيا ممنوحا من الله صاحب السيادة المطلقة على العالم المادة 56 حدود ولاية الفقه في الدستور الإيراني وبما أن الثورة كانت إسلامية وبقيادة الإمام الخميني والفقهاء بصورة عامة فكان من الطبيعي أن يعطي الدستور القيادة العليا يعني ولاية الأمر وإمامة الأمة للفقيه العادل المادة 5 الذي ينتخب من قبل الخبراء المنتخبين من قبل الشعب حسب المادة 107 ولم يكن ثمة اعتراض على ممارسة السلطات الحاكمة في جمهورية إيران الإسلامية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لصلاحياتها تحت إشراف إمام الأمة ولي الأمر المطلق حسب المادة 57 وكأي دستور في العالم كان لابد أن يمنح القائد اسمه القائد في الدستور الإيراني أن يمنح القائد الأعلى الصلاحيات التالية تعيين السياسات العامة لنظام جمهورية إيران الإسلامية وقيادة القوات المسلحة وإعلان الحرب والسلام والنفير العام وإمضاء حكم رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب وعزله إذا أراد والإشراف على القضاء والإعلام الرسمي وتعين الفقهاء من أعضاء مجلس المحافظة على الدستور المادة 110 واحتاط الدستور الإيراني في المحافظة على سلامة تحقيق الأهداف الرئيسية فاحتمل إمكانية تحول القائد أو الولي الفقه يعني إلى ديكتاتور مستبد توقع هذا الشيء الدستور الإيراني توقع احتمال أن يتحول الحاكم أو الإمام إلى مستبد ديكتاتور مستغل لمنصبه ضد الشعب فنص في المادة 111 على إمكانية عزل القائد عند عجزه عن أداء وظائفه القانونية أو فقده أحد الشروط التي يجب توفرها فيه كالعدالة والتقوى والكفاء السياسية والإدارية وأعطى مجلس الخبراء الذين هم ينتخبون القائد أعطى هذا المجلس مهمة تشخيص صلاحية القائد وعزله واختيار قائد جديد في نافذة في هذا الدستور وأكد الدستور الإيراني على موضوع مهم جدا وهو التزام المسؤولين بالقانون فقد ورد في المادتين 107 و140 على أن القائد ورئيس الجمهورية وغيرهما مسؤولون أمام القانون كأي فرد من أفراد الشعب ومن ذلك المسؤولية عن ارتكاب الجرائم العادية يعني ما أعطى حصانة للقائد ولا لرئيس الجمهورية كما في الأنظمة الملكية أو حتى بعض الرئاسية ومن ذلك المسؤولية عن ارتكاب الجرائم العادية كما كلف الدستور رئيس السلطة القضائية بمهمة التحقيق في أموال القائد ورئيس الجمهورية ومعاونيه والوزراء وزوجاتهم وأولادهم قبل تحمل المسؤولية وبعده كم لديهم أموال عندما يدخلوا في الدولة وعندما يخرجوا منها لماذا؟ لألا تكون قد ازدادت بطريقة غير مشروعة المادة 142 تنص على ذلك وذلك يعني أن الدستور لم يعطي أي مسؤول إيراني الحصان القانونية أو يجعله فوق القانون ونأتي إلى جانب آخر من هذا الدستور الدستور الإيراني يجعل من الولي الفقيه ديكتاتوراً مطلقاً وأنا أتحدث عن الدستور لا أتحدث عن الأشخاص ولا عن الأسماء أتحدث عن الهيكل الدستوري ورغم العناصر الإيجابية التي انطوى عليها دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي يضاهي أرقى دساتير الديمقراطية في العالم في الكثير من مواده وفي طريقة إعداء إقراره عبر مجلس تأسيسي منتخب من الشعب فإنه بعد تجربته خلال عقود حوالي أربع عقود الآن تقريباً بدأ وكأنه يعاني من بعض الثغرات التي انتهكت روحه وقلصت إيجابياته فبالرغم من تأكيد الدستور على حاكمية الشعب المستمدة من حاكمية الله تعالى وسيطرته على مصيره الاجتماعي عبر ممارسة الشورى تنفيذاً للآية القرآنية وأمرهم شورى بينهم وآية وشاورهم في الأمر وضرورة إدارة شؤون البلاد بالاعتماد على رأي الأمة عبر مجلس الشورى المادة 6 وقيام مجلس الشورى بسن القوانين في جميع القضايا ضمن الحدود المقررة في الدستور المادة 71 وتولي التدقيق والتحقيق في جميع شؤون البلاد المادة 76 ومسؤولية كل نائب تجاه جميع أبناء الشعب وحقه في إبداء وجهة نظره في قضايا البلاد الداخلية والخارجية المادة 84 إلا رغم كل هذه المواد الديمقراطية إلا أن الدستور يحدد صلاحيات مجلس الشورى ويفرض عليه العمل تحت إشراف ولي الأمر المطلق المادة 57 ويسلب الشرعية منه إلا بوجود مجلس صيانة الدستور المادة 93 ذلك المجلس المعين من قبل القائد بصورة مباشرة وغير مباشرة يعني نصفه معين بصورة مباشرة ونصفه يصوت عليه بصورة غير مباشرة والذي له الحق هذا مجلس صيانة الدستور له الحق في رفض أي قانون يسنه مجلس الشورى كما له الحق بتزكية أو رفض أي مرشح لانتخابات مجلس الشورى قبل أن يدخلهم في الانتخابات فيجب أن مجلس الشورى يصوت على تزكية هذا الإنسان وله الحق في أن يرفضه المواد من 91 إلى 99 يعني تسع مواد هنا في هذا المجال مما يبقي مجلس الشورى ضعيفاً أمام القائد الذي يستطيع عبر مجلس صيانة الدستور أن يهيمن على مجلس الشورى وأن يرفض المرشحين الذين يشكوا بولائهم للقائد الولي الفقيه يرفضهم ويمنعهم من الترشح إلى مجلس الشورى رغم اتصافهم بالشروط الدستورية من التدين والالتزام بالدستور ونص الدستور على خضوع مجلس الشورى لإشراف مجلس صيانة الدستور الذي يتألف هذا المجلس من 12 أضوان مجلس صيانة الدستور ستة فقهاء يختارهم القائد مباشرة وستة حقوقيين قانونيين يختارهم القائد أيضا ولكن بصورة غير مباشرة كيف؟ يرشحهم رئيس السلطة القضائية ويصادق عليهم مجلس الشورى ويقوم مجلس صيانة الدستور بتفسير الدستور وملاحظة تطابق قوانين مجلس الشورى معه والإشراف على انتخابات مجلس خبراء القيادة مجلس الخبراء أيضا مجلس صيانة الدستور هو يشرف على عملية انتخاب هؤلاء هذا المجلس الذي هو أساسا يعني مكلف بانتخاب وعزل القائد ومحاسبته وأيضا يشرف على انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى لكل أربع سنوات المواد من 91 إلى 99 وقد قام مجلس صيانة الدستور برفض ثلاثة آلاف وستمية وخمس مرشحين من أصل ثمانت آلاف ومية وسبعة وخمسين مرشحا لانتخابات مجلس الشورى عام 2004 وكل مرة يعمل هذا الشيء طبعا وكان أغلب من رفض من الإصلاحيين اللي كانوا سابقا نواب وبينهم ثمانون نائبا سابقا تقدموا لتجديد ولايتهم فلم يسمح لهم بالمشاركة بالانتخابات التالية لأنهم من الإصلاحيين أغصي هذا التيار تماما في تلك الدورة بفعل مجلس صيانة الدستور اللي هو حاكم على كل الانتخابات ولا إن كان الدستور يعطي مجلس الشورى الحق بمحاسبة رئيس الجمهورية ومنحه الثقة أو عزله مجلس الشورى يستطيع أن يحاسب رئيس الجمهورية ويقول لأنت أخطأت ويجب أن تستقيل مثلا المواد من تسعة وثمانين ثماني وثمانين وسبعة وثمانين إلا أنه الدستور لا يسمح له لمجلس الشورى بمحاسبة القائد ولي الفقه أو نقده أو معارضته بالرغم من أنه القائد الأعلى في البلاد رئيس الجمهورية ليس هو القائد الأعلى رئيس القائد هو الأعلى مما أفقد مجلس الشورى القدرة على تمثيل إرادة الشعب الإيراني بصورة حقيقية وفي مقابل ذلك فقد منح الدستور القائدة يعني الولية الفقهية صلاحية القيادة دون تحديد لفترة زمنية أو فترتين كما فعل مع رئيس الجمهورية وهو ما جعل القائد حاكما مدى الحياة مما لا يسمح بتبادل السلطة بينه وبين غيره من الفقهاء في حين أن منصب القائد أهم وأعلى من منصب رئيس الجمهورية الذي حدده الدستور بأربع سنوات قابل للتجديد مرة واحدة فقط علما بأن الرئيس منتخب مباشرة من الشعب بينما القائد ليس منتخبا بصورة مباشرة وإنما عبر مجلس الخبراء الذي هو منتخب من الشعب إضافة إلى أن الدستور لن يلزم القائد بأداء القسم على الدستور كما ألزم رئيس الجمهورية مما يعطي القائد حرية في التصرف أو حتى الإنقلاب على الدستور أو عدم الالتزام به وإذا أخذنا بنظر الاعتبار الهالة الدينية التي يتمتع بها القائد كوليم فقيه والتي تمنع أرثيا من انتقاده أو محاسبته أو المطالبة بعزله فلنا أن نتصور الحالة الدكتاتورية التي يمكن أن تقع بها البلاد ولئن كان أنصار الدستور الحالي يؤكدون على استحالة تحول القائد إلى دكتاتور وذلك لاشتراط الدستور تمتع القائد بصفة التقوى والعدالة ابتداء واستدامة حسب المادة 111 التي تنص على وجوب عزله عن منصبه عند العلم بفقدانه لها إذا ثبت أن هذا القائد افتقد العدالة والتقوى فالمجلس يجتمع ويعزله هذا موجود في الدستور الإيراني ولكن تنفيذ ذلك دونه خرط القتال وذلك لأن التقوى أمر نفسي خفي وخاصة في الأمور والمواقف السياسية ويصعب تشخيصها أو توجيه التهمة بانتفاء التقوى لدى القائد من يستطيع أن يقول القائد مثلا خالف العدالة وأنه فاسق مثلا هذا كلام صعب جدا وبالتالي فإن الصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها كسلطة تعيين رئيس القضاء الأعلى ورئيس مجلس صيانة الدستور وستة من أعضائه ورئيس هيئة الإعلام كل هذه السلطات الإعلام والقضاء والمؤسسات الأخرى كلها بيديه تؤهله للهيمنة على المؤسسات الدستورية المختلفة والإشراف على العملية السياسية برمتها كلها تصبح في قبضته وعدم استماح بالترشح لرئاسة الجمهورية أو مجلس الشورى أو مجلس الخبراء لغير التابعين لخطه أو الموالين له لقد نص الدستور في المادة 111 على أن من صلاحيات مجلس الخبراء القيام بعملية تقييم لكفاءة القائد وحتى عصله هذا موجود في الدستور وكان يفترض في هذا النص أن يؤسس لمبدأ محاسبة القائد ومساءلته ومجلس الخبراء حوالي 81 كما يحاسب رئيس الجمهورية ولكن النص لا يشير إلا إلى قيام مجلس الخبراء بموضوع تقييم أدائه لوظائفه القانونية وملاحظة استمرار توفر الشروط القيادية فيه إذا صار يخربط مثلا بالسياسة ممكن يجتمعون وهذا يعني إذا يخربط كثير فيجب أن نعزله واتخاذ القرار الأخير بعزله واستبداله من حق مجلس الخبراء أن يمارس ذلك وأما فيما عدا ذلك فلم ينشر الدستور إلى عملية محاسبة القائد على القرارات الخطيرة التي يتخذها في مجال الأمن والسلم والحرب والقضاء والإعلام أو السماح بنقده ومطالبته بتغيير سياساته مثلا ومن المعلوم أن أعضاء مجلس الخبراء لا يترشحون للانتخابات إلا بعد موافقة وتزكية مجلس صيانة الدستور المعين من قبل القاعد يعني ضمنه ولاءهم له مسبقا وبالتالي فإنهم سيخضعون حكما للقاعد ولا يمكنهم الاعتراض عليه وإلا سيمنعونه من الترشح مرة أخرى أو أحيانا نسقطون في نفس الدورة إذا أغضبوا القاعد مثلا إضافة إلى أن الدستور لن يضع في هذه المادة 111 آلية لعمل مجلس الخبراء في تقييم كفاءة القاعد الشخصية أو عزله وبأي نسبة يتم طلب بحث الموضوع من قبل كم نائب مثلا نائب واحد نائب عشر عشرين وكيف يتم التصويت على ذلك وبأي نسبة كخمسين زائد واحد أو ثلثين أو الإجماع مثلا أن أغفال هذه التفاصيل الضرورية لتفعيل المادة 111 أدى إلى تجميدها وأعطى القاعد حصانة سياسية ترفعه فوق النقد والمحاسبة وهو ما أدى إلى هيمنة القاعد على العملية السياسية بشكل كبير وهكذا يمكننا أن نرى في التجربة الإيرانية التي ابتدأت بقيادة الفقهاء الشيعة للحركة الشعبية في مواجهة الملوك المستبدين والمطالبة بالحرية والديمقراطية نرى في هذه التجربة انقلابا ضد الشعب ومصادرة العملية الديمقراطية لصالح شخص واحد هو الفقه هذا الذي يتربع على أعلى سلطات ويمتلك بين يديه جميع المؤسسات الدستورية رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ومجلس الخبراء ومجلس صيانة الدستور ومجلس القضاء العلى أيضا بحيث يحوله إلى حاكم مطلق فوق النقد والمحاسبة والتغيير وربما يكون الاختلاف الوحيد بين القائد الولي الفقه في ظل هذا الدستور وبين أي ديكتاتور آخر هو أن الأول ولي الفقه يتمتع بهالة دينية لا يتمتع بها الثاني الدكتاتور العادي وهذا ما يزيد الأول قوة وهيمنة مطلقة على الشعب والعملية السياسية ولكن كل هذا الدستور صوت عليه الشعب الإيراني يعني هو ارتضى أن يكون النظام ديكتاتوريا أو يكون بهذا الشكل اللي يعطي كل الصلاحيات لشخص واحد وفيه طبعا هامش من الديمقراطية تحت ظل القائد الأعلى هناك رئيس الجمهورية كل أربع سنوات يتغير هناك مجلس الشورى مثلا في مساحة من التغير وحرية الحركة وحرية الأحزاب مثلا في داخل هذا السقف ولكن لا يتجاوز النقد أو الممارسة الديمقراطية ما يتصل إلى القائد الأعلى الذي يبقى مثلا طول أمره 30, 40, 50 سنة, 70 سنة الله أعلم وطبعا الدستور تحدث أيضا عن إمكانية إصلاح الدستور أو تعديله ولكن أيضا بشروط صعبة باقتراح من القائد يجب أن يكون تعديل الدستور وإلا لا يستطيع البرلمان مجلس الشورى أو أي مواطن أو رئيس الجمهورية أن يقترح تعالوا خلين نعدل هذا الدستور حتى لو شعروا أن هذا في ثغرة أو في ثغرات أو مشاكل لا يمكن تعديله إلا بشروط صعبة وبالتالي نأمل أن يتم إصلاح هذا الدستور أو تعديله نحن لا نتحدث عن فترة معينة أو شخص واحد لأن هذا الدستور يمكن يستمر مئات السنين وإذا كان أدنى اليوم قائد مثلا شجاع جيد مؤمن متقي ورع لا يستغل المنصب لنفسه ويتحدى مثلا الأعداء والمستعمرين فهذا شيء خاص ولكن يتحدث عن الدستور مستقبلا في الأقود والقرون القادمة إذا قدر الله أن يبقى هذا النظام فلا يجوز أن نسمح لأي شخص أن يأتي وقد ينقلب على الشعب ويصبح ديكتاتورا مطلقا مستبدا مطلقا بهذه الصورة بهذه الصلاحيات يستطيع أن يلعب بالنظام وهذا ما نخشاه في المستقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته